موسيقى مساء الحب والخير والأمل على كل مشاهدي قطوة عزيزة في كل مكان لكل كلمة تأثيرها على الإنسان في كلام بيفرحك ويخليك تملة الدنيا كلها سعيدة وكلام بيجرحك ويوجعك أنا عن نفسي بعتبر الكلام ده زي السحر لأنه فعلا بيأثر فيها ودفتي النهاردة لمست قلبي بكلامها وشعرها مش بس كده هي كمان مسلت مصر في كتير من الحفلات الدولية وكمان ترجمت بعض قصائد ليها للغات كتيرة منوراني النهاردة بخطوة عزيزة الشعارة الجميلة صحر الشربيني أهلا بيك يا صحر أهلا بحضرتك أنت منوراني النهاردة بخطوة عزيزة ربنا يخليك نسي جدا صحر أنا في البداية قبل ما أبدأ معك أي كلام عايزة أسمع منك سامحينا يا فلسطين ممكن؟ ممكن طبعا بوسي وانا جمعت يعني من أول الكل الكتابته عن فلسطين وفيه حتة في النص كده جديدة فانا جمعته وهاقوله كله إن شاء الله اتفضل هاشتري منكم ضيعكم ومنحوني أي شيء يرحم الطفل البريق هاشتري الجبن اللي طاعكم باستغاسة أم ثكلة مات ولادها عالطريق هاشتري الحزن اللي باقي والخريف وانكزوا القطس الشريف كل شيء صار عندنا رغم الحصار والليل بيطلع من هنا عزي النهار وانت زاركم وانت زار الفجر طال والمقازن نفسها يرجع بلال وانتوا لسه على المواقد مستديرة تنددوا باسم العروبة في مؤتمر والدماء تنزل مجملة على الخدود السكرانين حفلة سمر اش جبوا أو نددوا أو صهللوا يا أم صارت عشفة بالخدوع والذل راح مصر الرسول المصطفى غنوا للقطس الحزين وصل الترب ألف مبرك يا عرب ألف مبرك يا عرب جنيت علي في سغريب أقوال مزيفة بأن العرب أحباب وأن الحق غلاب ولو طالت به حكب فلا فكر ولا جوع ولا ظلم ولا حرب ولا هم ولا عري ولا دم كبرت الآن يا أمي فأين يداك من راحي وأين الحب يشفيني وأطراحي وأين الأرض حين أضل تهديني يموت الكل يا أمي على صدرك فضميني تبكي عيونك يا فلسطين النجاة والطفل تردعه دماء لما غدت كل الحجارة في يديه جواهرا ماسا سمينا لما غدت ألعابه ومكانها نارا كمينا فلتغسلي وجع البكاء يا مدينة يا جرح كل المسلمين فلست وحدك يا فلسطين الأثير فالظهر لا يبغي الركوع وصوت حلمك لم يزل ودماؤه صارت غزيرة الكدس موعدنا غدا الكدس موعدنا غدا لا شعر يجدي أو كلام عيون غزة أدمعت هل باع هذا الطفل أرضا واشترا أم أن أعينكم ضريرة الأم ثكلا والزئاب تصارع الأب يبكي والحلول تداولت والأرض بين شهيدها ودمائها صرع ونسكنها صغارا أنت يا كدس الكبيرة تبت يدا من كان للسهيون عقلا لا يعي وذخيرة تبت يدا من كان يسمع صوت شرخ في النداء ولا حياة لمن تنادي أو سريرة كتف العروبة هل تآكل نشتري كتفا لنحمل فوقه رأس الصغار وصدر أنثى كاومت وصرخة ليست أخيرة حتتأثر حتبكي رسالة من طفل للعالم حتتأثر حتبكي ويمكن تصرخ الآخر وفي الآخر حتنسى وتتلهي عني مع المزة وحتشايت تملي أنت اللي في الآخر تموت وأنا عايش منيش ميت ده ظهر الديت وللعالم ما تلزمونيش ده دان القبر والضلمة أحن علي من قدكم ولا نزعكم ولا سكتكم ولا الحكام سبوني أعيش أنا من نبت فرقتكم ولا تلزمني أحزنكم ولا دموعكم وشعري وكلمتين منكم وبس وتبقى أخرتكم ولا محتاج لدنيتكم أنا رايح مع الشيعي مع الهندوسي والسني مع اليمني مع الليبي مع المصري وخوي هناك وحضنمي هناك العرب إخواني ولا عمري هموت تاني لكنك كل يوم ميت بكسبتكم بحور الدم والأوجاع عليك بينكم بيت تسيد ولو شكلي وانا مهري ومتقطع محزنكم فانا أسعد كتير منكم وفي الجنة مع أخواتي خلاص اسمي هنا تأيد ولو بالشكل راح تنسوه بشكل أبشع ما تفرقشي صغير ولا حتى كبير ولو دمعتكم هي الحل في أديكم هتبكو كتير فجر شرط ضمر اقتل أنا البطل مش الضحية أنا اللي بدم أجدادي وبوي وأمي واخواتي كتبنا القضية أكتفنا في كتف بعض عايشين أو ميتين نتدفف لحم بعض لو كان متألف حتة لكن انتو قلوبكو شتة من جوه الصرح ترمو خايفين لحسن تموتو أو ينقص فيكو توتو أما احنا الطفل فينا راجل من ظهر راجل في وش كل جبان اللعبة في ايده مدفع ولبسه الجديد أكفان صرخة والدنا تاريخ مش أي صرخة ولد سمحينا يا فلسطين يا أم الأمل والجلد لجل الحصاري الأوي كل اليهود ما يدرب بنصغر إحنا وقوي مصير شموسك تطلع وتملأ أرضك قوي يا كبيرة جدا قوي قال الكريم في كتابه النصر جايلك قوي النصر جايلك قوي يا ربنا ينصرهم يا رب بإذن الله يا رب احنا طبعا كلنا بندعي من قلوبنا يا رب حقيقي كلام جميل جدا يا صحر وفعلا حسن وطلع من القلب احنا كلنا كلامنا كله طلع من القلب لأنه دول إخواتنا وأهلنا وأطفالنا طيب ربنا معهم طبعا يا رب وإن شاء الله النصر جاي يا رب اللهم أمين يا رب نصر قريب إن شاء الله صحر أنت بدأت معاكي موهبة كتابة الشعر من إمتى؟ بص يا ومن يوم ما بدأت قاعي أو إحساسي ينضج وأنا بحب الكلام عموما الكتاب عموما يعني من يوم ما بدأت أشوف الغيوم بتاعة الشتا وهي نزلة على الخضرة من سنة كام؟ ده كانت ده أنا كنت في تانية ابتدائي بحب قوي يعني كنت بحس أحس مختلفة قوي حتى عن البنات اللي في سنة أفضل أتأمل يعني لو شفت غيوم كده ونزلة بقى ومطرة تسرحي وتعيشي بقى أحس إحساس غريب كده مش قادرة أوصيفه يعني بدأت تتدرج معايا الإحساس قوي قوي عندي فبدأت عايزة أستغل لهذا الإحساس أعمل إيه؟ بدأت طبعا في الأول كنت بكتب أحب قوي حسة التعبير وأنا صغيرة وأنا طفلة لسه في الابتدائي صغيرة كنت أحب حسة التعبير وأحب قوي بدرسة لما تدينا مثلا اكتبوا قصة ونهاية القصة تعيشي بقى في الكتابة بقى وتكتبي بخيالك أه وحب أكتب قوي أنها حزينة عارفة حتة الرومانسية بقى ما هي الحزينة كنت أغير حتى عن المدرسة عايزها يعني بدأت معايا تكبر بقى مع السن بدأت معايا كان البنات يحبوا يخلوني أكتب لهم الجوابات الغرامية يا سلام كمان كان عندي إسلوب حلوة قوي الحمد لله بدأت بقى أنا كنت بكرأ كتير طبعا لأن الإسلوب مش جامل درست إيه ساحا؟ أداب لغرب أداب لغرب ده كمان برضو ساعدك أكتر على فكرة أكيد طبعا طعميك دراسة العروض وأوزان الشعر وحتى على اللحظة ما خارج الألفاظ يعني والقوية ووضحة قوي يعني طبعا العروض وأوزان الشعر طبعا من خلال الدراسة طبعا لأننا ليه أربع دواوين فصحة يعني غير العمية ما إحنا عايزين نتكلم عنهم طبعا وغير كده إحنا ليه من حقينا نسمع ديوان منهم طيب أنا هقولك قصيدة من أحد دواوين الأخيرة تمام أوكي رسالة من كل أم لابنها أو لأولادها عموما يعني لما أكبر بالعمر ياخدني لسلاسل ملهاش إحلال وما عدتش بتحكم وأقدر والأكل بيفلت من إيدي من ضعفي زي الأطفال أرجوك يا ابني تبقى تقدر وافتكر إنك وإنت صغير كان أكل الباقي اللي بينزل من بؤك وافتكر إنني كنت بحطك جوة الروح من جوة الجوة من خوفي إلى الدنيا تزوءك وإن مرة نصيت اسمك يا ابني إياك تزعل أو تأخذني وعرف إن الوعي خصمني وإن الروح لو باقي ساعات لو ينفع حهديها إليك وافتكر إن في عز شبابي كانت كل الدنيا عنيك لما أكبر وانسى كلامي وعدمي الأول وحروفي بتتقى الفلساني ودايما تتكرر قبل ما تتعصى بأرجوك فكر لحظة وبعدها قرر أي كلام حتقوله يا روحي حيشرخ روحي ويزوء الضعف الضعفين دانا كنت بقضي ساعات من عمري سعيدة علشان بس تقول حرفين دانا كنت بقضي الليل صحية بامشي على طرف سوابعي من خوفي لتقلق أو تسحى قيرت عشانك من طبعي وإما تكون تعبان أو سخ بضرب نفسي باللقلام خايفة لنام تتعب أكتر وأما تفتح أو تتحق لي دم عيوني بيصبح سكر فرجاء منك يا ابني العمر لو مرنا ديتك بالليل وأنا تعبانة وجسمة عليل اتحمل يا ابني وبدعيلك من ربي يخفف لك همك والفجر الجاي يكون آخر فجر في عمرهم لما أكبر وزماني يروح والناس اللي عرفها تروح والجمعة بقى زي السبت أرجوك إوعى سيبني الوحدي والدين شوية من الوقت دي الوحدة بتقتل يا ضنايا وما كنتش بقدر أعيش لو لحظة وأنت صغير إلا عشانك وانمليت يوم من تفكيري أو طبعي الجاهل بزمانك أو ريحة عجز وسني بلاش تتبرق مني أو تترك إيدي وحيدة فعز الداء دانا يا مامسك تقديك وانت صغير علشان تكتب ألف ونباء دانا من خوفي عليك أحيانا كنت بحن الحب أسية كالنفس تكون في الدنيا أحسن حد تشوفه عنية لأنك فعلا أحسن حد تشوفه عنية راجل طوله زي كرمته وعليه وغليه قلبي عليك وده من بوسة أمك وانت صغير على رجليك كنت بتقوى وخطوة رجلك على ظهر بتاع له بالدب وانا فرحانة وانت بتكبر وانا بضعف وانت تشب يا ما تأمرت علي وتشخط فيي وأقول معلش وفي ثانية الجرحة نساه وأعمل زعلانة وروح قطي من خوفي عليك لا يعقبك أبكي وتوسل لله إني مسامحك من قلبي ده لأنك نضت قلبي ولدي أنا مهما أحكي لك عن حب الأم وقلب الأم مش هتسدق ده العمر بيبدأ يتعد لحظة منت بعمرك تبدأ لحظة مجريت جوا في دمي وأصبح دمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك الله يزحر الله صحر أنت لما بتكتبي الشهر بتكوني عايشة حالة معينة؟ أو بتبقى ليكي طقوس أو مود معين بتعيشي؟ لا مش شرط الهام الشهري بيجيلي في أي وقت ممكن يجيلي وانا نايمة وأمك تب بتحلمي؟ لا مش شوارة بتحلمي وتقومي على طولتك تريعي؟ أعرفك أنا مرة حلمت بقصيدة كاملة لا بتهزارك والله العظيم القصيدة كاملة وكانت فصحة يعني عقلك الباطن أكيد كان يفكر في حاجة أكيد بس أنا قمت ما فتكرتش من أي حاجة بس كانت حلوة عجبيني يعني أنت حلمتها حلمتها أوه والله والله وما فتكرتش من أي حاجة لما قمت طب إزاي بقى؟ ما عرفش بقى بس تفكر المضمون بتاعها؟ لا يا كانت تقريبا عاطفة عاطفة يعني طيب لكن لا الشيطان الشاعر لما بيقوله لما بيجي في أي وقت ممكن أبقى ماشي في الشارع وتيجي خطيرة في دماغي أطلع نقطة التليفون أكتبها ممكن أبقى نيمة ممكن أبقى قاعدة ممكن أبقى بطبخ يعني مش شرطي يعني أي حالي مين بيدعمك أكتر في البيت؟ الأولاد؟ الزوج؟ الأهل؟ أصحابك؟ طبعا اللي كان بيدعملي الأول بابا يالله يرحمه السمات في شهر ستة اللي فقت وكان طبعا من سجري من ساعة ما بنت الموهبة من قبل الجواز وهو بيدعمني يعني بعد كده أكيد الزوج طبعا مجرد أنه يسمح لزوجته أن هي تكتبه الناس بتشاركيه بتشاركيه في كتاباتك بتاخدي رأيه؟ أكيد بيكون أول حد بيسمعي والأولاد؟ هما برضو برضو كمان طيب سحر أنت صاحبة حاملة لالإرهاب وطبعا نظمتي ندوات كتير جدا في محافظات كتير ممكن تكلمين عن الندوات دي ومن اللي كان بيساعدك فيها؟ هي الندوات دي أنا كنت بنظمها طبعا كانت في 2014 أيام ما كان الإرهاب قوي جدا في مصر وقفاتت الإرهاب كنا بنحب أول نروح اللي هي الكرة والنجوع والأماكن اللي هي في المدن اللي محدش بيقدر يوصلها قوي ما بفتحش قوي تلفزيون ويقعدوا لهياهم الحياة فكنا بنروح المناطق دي كلها تطوعية مع دا البند الموسيكي طبعا فيها شعر بقى فيها شيخ معنا عشان يبين للناس أن الإرهاب دا طبعا بترفضه كل الأديانات السماوية مش الإسلام بس وأن الإسلام والمسيحية وكله ضد العنف وضد الإرهاب وضد قتل النفس وكل دا وقام بقى معنا بقى بردو حد من الكنيسة بردو وقام بقى معنا فرقة موسيقية يعني كلها مجانية معنا الفرقة يعني تمام طيب أقصرها حكاياتي إيه سبب تسمية الإسم دا وأكيد أنت اخترت الإسم دا لهدف معين لا هي أقصرها حكاياتي كانت عشان في حكايات كتير حاطفي وفسوي حاطتي حالات خاصة بيك أو حالة أنت عشتيها لا في الديوان لا لكن أنا ممكن أقولك الحالة اللي هي الأخيرة آخر حالة كتبتها عني أنا كانت بعد وفاة والدة اللي يرحم وفشاري 6 حاطتيها من دا من لا الديوان دا كان في 2013 كان شامل الفترة بتاعت حكم الإخوان والحاجات لكن الحاجات اللي تخصيني أنا اللي كانت قريبا كانت بخصوص وفاة والدة اللي يرحم وكمان برضو كتبتها على البشار العمية على الهامش صح؟ أه دا آخر ديوان لي على الهامش ديوان الخامس اسموه على الهامش دا كان لي حكاية برضو معاكي؟ لا هو بصي هو الدواوين عموما بتشمل حكايات كتير العاطفي والسياسي والوطني والاجتماعي والاجتماعي الساخر دايما دوويني بتبقى متنوع يعني الاسم اللي بيطلع بييجي كده يعني إمكان أصعب حاجة أنا في اختياري أصعب أصعب حاجة أنا أكتب الدوان كله وبقى في قدام الاسم طيب إحنا عايزين حلم صحر في آخر فقرتنا بنختم معاكي طيب بصي أنا أقولك الحلم الفلسطيني لأ ما مش هقدر ناخد حلمك الشخصي لكن مش هقدر ناخد وقت البرنامج مش في قصيدة يعني؟ لأ مش هينفق يعني أنت بتتمني إيه؟ والله أنا ما بتمناش حاجة ليه شخصية أنا بتمنى يعني يا ربني يا ربي يزيح عن الشعب الفلسطيني اللهم أمين يا رب طبعا ويقولهم إن إحنا كنا في يوم من الأيام زيوكوا في 73 وهم ده إحنا عاملين زي يعني عاملين زي إحنا عاملين يوم وضربينهم في أكتوبر أكتوبر ده لحد الآن هو نار في قلوبهم فإن شاء الله هينتصروا زينا ونصي قريب إن شاء الله وربنا قال تلهم وربنا قال النصي قريب هيكون قريب جدا إن شاء الله بإذن الله سحر أنت نورتيني النهاردة وبشكرك وعلى وعد إن شاء الله بلقاء آخر شكرا حبيبتي تسلامي أعزائي المشاهدين خلونا دلوقتي نروح نشوف تقرير مهم جدا جدا لشركة فاميلي هاوس هي احتفلت بافتتاح أول فرع لها في مصر بأحدث إطلالات للموديلات المصرية والحديثة في عالم الأساس والحقيقة الشركة دي بتقدم مزايا جميلة جدا بيحتاجها كل بيت مصري إنك طبعا بتدخل لو ملقتش الحاجة المناسبة ليك بتقدر تنفذ عندهم أي موديلات من اختياراتك وتصميمات بتحاكي الديزانات الأوروبية وتكون كمان مناسبة لكل الأزواء وبسعر كمان مناسب لكل الفئات وكمان منتجاتهم مصنعة حقيقة من الخشب الزان الطبيعي موديلات الأنطريهات عندهم قماش مستورد ومصري معالج كمان وبتديك كمان ضمان شامل على المنتج وعملين خصومات كبيرة جدا بمناسبة الافتتاح تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني مع حضراتكم يا سعيدي وشرفني بجد النهاردة أن أنا أكون في أهم معرض أساسكم مصر في فاملي هاوس فاملي هاوس براند سعودي وفتح أول فرعليه في مصر موجود في فيصل هاقول لكم كل التفاصيل ونزلها لكم عشان تتابعوا معايا وعايز أقول لكم الكواليتي تخفى كل الحاجات دي متصنعة يعني عشرة على عشرة خشب زين كل حاجة وفي عروض جانبا جدا ويتعجبكم جدا النهاردة سمعت عن المكان لأول مرة يبتح في مصر وهي شركة سعودية فاملي هاوس عاملة خصومات وأروض جوائية جدا فجيت المكان عشان أشوف النهاردة هنتكلم في الأسعار والممائزات اللي بيقدموها بخمات كويسة جدا بأقل الأسعار وأخيرا لجيت المكان المناسب اللي راح أفرش بيشوقت بكل أريحية وبسعر مناسب وبأحسن جودة غير كمان المكان بيقدم لك عروض وممائزات كتير جدا لأ كمان بيوفر لك رفع المقاسات والتوصيل والتركيب مجانا ومو بس هي شي عدو مهمين تعديل للمنتج سواء اللون أو تكبير المقاس أو تصغير المقاس أو أي شي حابين تعدلوا بالديزاين مش بس كده كمان المكان بيقدم لك دموان خمس سنين ضد عروض الصناعة على أي منتج من عندهم الحمد لله النهاردة قدرنا نحقق المعادلة الصعبة وهي هنا حققنا منتج محترم يليء بزوء العميل المصري وبيستهدف جميع الفئات من حيث السعر من حيث الجودة من حيث الخمات مصنع بأيدي مصرية 100% قدرنا نحقق المعادلة الصعبة في الماتيريال والديزاينات التركية لأن أنا عايز أبني ثقة مع العملاء فالثقة عمرها ما بتتبني غير بالفيدباك اللي بتعمل مع العميل على خلال الفترات بعد عملية المبيع فالحمد لله عندنا ضمان خمس سنوات على كل المنتجات عندنا كليكشن كبير جدا من غرف النوم من الصفر من غرف الأطفال من الدريسنجروم فتنورونا إن شاء الله في فاميليهوس وتشوف كل ما هو جديد في الصوق المصري مش كده وبس كمان عندنا مصنع كبير يقدر ينفذ أي تصميم أو أي موديل حضرتك تختاره إحنا طبعا عشان وصقين بشغلنا وعشان عايزين العميل يصق فينا في ضمان خمس سنوات على تقريبا كل الشغل اللي موجود في المعرض كل ده هتلاقوه فارع في فاميليهوس فهو الفارع لنا في فيصل وارجعنا لكم بعد الفاصل مين فينا مش عايزة يكون شكلها حلو وجسمها كمان يبقى جميل ومظبوط وتقدر تتحرك بسهولة وتلبس اللي نفسها فيه وبرحتها وخاصة البنات الوحدة بتزعل جدا لما حد يقولها انت تقينة وكلنا عارفين إن السمنة هي بوابط الأمراض سكر، ضغط، الكوليسترول، مشاكل كتير وما بتنتهيش مريض السمنة بيبقى محتار يعمل إيه؟ يطر يعمل عملية ويستحمل مخطرها ومضاعفاتها وتكلفتها كمان العالية؟ ولا يروح يعمل رجيم ويمنع نفسه عن كل حاجة بيحبها؟ وساعات ما بيقدرش وبيرجع تاني يأكل أكتر من الأول؟ القرار صعب جدا النهار ده بقى أنا جاية ومعايا منتج هيخلينا كلنا نخس ونبقى فرشاقة وبشكل جميل من غير أي مجهود وكمان يعني نكون عندنا منافس كتيرة قوي غير أي منتج اللي احنا بنشوفه في السوق المنتج ده طبيعي جدا 100% وطعمه حلو وتقدر انت تستطعمه وبشكل يعني حلو وجميل النتيجة بتكون رهيبة وهيتبان طبعا في أسرع وقت قياسي وبطريقة أمنة وعلى فكرة مرخص ومصرح من وزارة الصحة المصرية وحاصل على شهادة الأيزو خلينا نتعرف ونتكلم عن المنتج السحري سوتي مع عديف اللي منوارنا النهاردة دكتور محمد تركي مدرس بكلية السيدالة أهلا بيك يا دكتور محمد يا أهلا بيك منوار الدنيا كلها ربنا يباريك في حضراتك دكتور قبل ما تكلم عن منتج سوتي المنتج السحري طبعا عايزة أكلم حضراتك عن السمنة وأضرارها طيب بوسي أنا دايما يعني بيهمني قبل ما نعالج أو قبل ما نعرف العلاج نعرف السبب ليه لأن السبب دوت هو اللي حيوقف الحنفية يعني دايما أنا بقول نتخلص من المية ولا نقفل الحنفية لا نقفل الحنفية بالضبط ما نزيدش في الوزن طيب زدنا في الوزن لأ نخس حلو طيب إيه الأسباب أو إيه أشهر أربع أسباب أنا دايما بتكلم عليهم بيدخلوني في دوامة الوزن الزايد أو دوامة السمنة بوس يا سبتي إحنا عندنا أنا دايما بقول في حاجة يعني متفردين بها في أورجانيكا ومسمينا هرمون الكنبة وهرمون التلاجة دول هرمونين بالضبط جد طبعا دول هرمونين مش هرمونات في الجسم ولا حاجة لا فرما إنه أعدم رح رحى بقى على الكنبة بالضبط والتلاجة قدامي والتلاجة قدامك رايحة جاي على التلاجة تاكلي وتعودي يبقى إذن الأكل والقعدة أو كتر الأكل مع القعدة هيدخلني في سمنة طب فيه سبب تاني؟ آه فيه سبب تاني مهم جدا وهو قلة النشاط عمتا يعني أنت بتبقى بتاكل ومش قاعد على الكنبة والكلام ده ولكن بتلاقي نفسك ما بتعملش اكتيفتيز أو نشاطات في يومك تحرق لك الأكل ده فبيتراكم على شكل سمنة طيب وفيه حاجتين طبعا من يعني مش وردين أو مش كتر في البيوليشنز عمتا أو في أي تعداد شعب وهي مثلا أمراض الغدة الدرقية أمراض الغدة الدرقية دي ممكن الغدة الدرقية هي بتسبب سمنة زيادة يا سمنة زيادة يا نحافة شديدة على حسب هي أكتيف ولا فيها خمول لو فيها خمول يعني ما بتفرسش يبقى خلاص هتعمل لي سمنة عالية جدا وطبعا الحاجة اللي ما نقدرش نتدخل فيها وهي الجينات في ناس كتير بتبقى عندها سمنة ورصية برافو عليك ورصية يعني والده والدته بيبقى عندهم سمنة أو تجمع لدههم في البطن فبيلاقي هو كمان بيطلع له نفس الحاجة إحنا اللي نقدر نتحكم فيهم إيه أو أكتر حاجتين نقدر نتحكم فيهم إيه النشاط أو إن إحنا نزود الأكتيفتي بتاعتنا وقلة الأكل طب لو اخترنا فيهم يعني لو اخترتي نقلل الأكل ولا نعمل مجهود أكتر لأ أنا اختر نقلل الأكل نقلل الأكل لأحسن ما نعمل مجهود أكتر ليه لأن انت بتعمل طب أنا ممكن ألعب رياضة حلو وحددخلنا في دوامة الأنظمة والرياضة والكلام ده مين فينا فاضي خلينا نكون صرحة وخلينا نكون وقعيين مين فينا فاضي يمارس يوميا الرياضة يعني ساعات مين فينا قادر يعمل نظام ويستمر عليه طب مين فينا برضي يومطر حيبقى عنده القدرة إن أنا أمنع نفسي عن حاجة بحبها أهي دي بقى اللي أنا جاي عشان وده اللي أحنا في نراينا عليه شوفي أنا خليتك تقولي اللي أنا عايز نوصله صح أنا عايز أوصل لده مين فينا حيبقى عنده قدرة إنه يوقف أكل حاجاته وبيحبها وبيموت فيها بيحب طبعا وهو أصلا شيئته مفتوحة وهنا ييجي زي ما حضرتك قلت كده السحر بتاعنا أو مش هنقول سحر يعني هنقول التفكير اللي برا الصندوق فكرنا في شركة أورجانيكا وفي معامل الشركة أورجانيكا إن إحنا نوصل لتركيبة من الألياف الطبيعية الألياف الطبيعية دي متقسمة لحاجتين ألياف بالدوب وألياف غير قابلة للزوابان في المياه اللي اتنين دول بيعملولي إيه؟ بيعملولي إحساس بالشبع لمدة قد إيه بقى؟ تخيال إنتي كده على مدار اليوم قد إيه بقى؟ اليوم كل تخيال إنتي اليوم كل قلت لي بقى كده صعب كده أنا خليت عندي بقى حاجة اسمها إيه؟ رفاهية اختيار الأكل أنا دايما بقولها رفاهية اختيار الأكل يعني إيه؟ يعني باكل اللي نفسي فيه أيوة طب أنا قد كم ساعة أنا ما قدرش أكل؟ أو يبقى أنا شبعينة حلو أنا بقولك اللي 24 ساعة إزاي؟ إحنا اليوم عندنا بيتقسم عمتا في صيدلة أو في طب بنقوله على إيه؟ تلات فترات أوكي 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات طبعا أنت بتنمي هل يفطار وغدا وعشا؟ لا 8 ساعات الساعات اللي 24 ساعة 8 و 8 و 8 في 8 أنت بتنامهم يتبقى لك 16 ساعة 16 ساعة صحيح كده؟ حناخد بكة سوتي قبل الغدا بكة واحد قبل الغدا وبكة تاني قبل العشا هيقفلو لك 16 ساعة شبع على مدار إيه؟ وإنت إيه؟ صحي فيه أيوة دكتور بس أنا جسمي هيستفاد إزاي بقى لما أنا كده شبعينا؟ حلو قوي سؤال جميل تاني جسمي هيستفاد إزاي؟ أولا الألياف الطبيعية أصلا أصلا هو مكمل غزائي ولو ياريت بقى حضرك قلت كلمة حلوة قوي في المقدمة يعني أنه مصرح من وزارة الصحة طبعا ليه هنا مصرح من وزارة الصحة؟ لأنه آمن الألياف مستخلصة من عارفة الفكهة الخضار بلاش الورق يعني إيه الورق؟ اللي هو الخاص الجرجير الحاجات الطبيعية الحاجات الطبيعية حلو قوي طيب أنا دلوقتي لما بقى أطلع التصريح وزارة الصحة وياريت نشوفه مع بعض هتلاقي مكتوب في إيه؟ التصريح كمان برضو معنا على شرش هتلاقي مكتوب فيه مكمل غزائي وده الرد اللي أنا عايز أقوله على حضرك سألت قلت هستفاد إزاي؟ ده يا جماعة الألياف سوتي كمان مكمل غزائي مش بس مش بس بيمنع لنا أو بيقلل لنا الشهية لا ده كمان بيدينا المينرالز والفيتامينز اللي جسمنا محتاجة فعشان كده عمرنا ما جسمنا بيتأثر بالعكس ده بيستفاد مش بس كده أنا حاسس بالشبع بس أقدر آكل آكل اللي نفسي فيه من غير حرماني بقى أنا كده قدرت أوصل لحاجة بسيطة وسهلة جدا هي كمان شهدت الأيزو وده شهدت الأيزو ده كواليتي كنترول بتاعي يعني إيه جود التصنيع أي منتج بيبقى حصل على شهدت الأيزو شهدت الأيزو أساسي بالزبط كده طب حلو قوي أنا بقى الرهان بتاعي بقى إحنا كده حنشبع وجسمنا خلاص أخذ النيوترينت أو أخذ الغذاء بتاعه ما يعملش معي أي مضاعفات كده خلاص ده اللي أعنا بكلم فيه إنه هو إيه مصرح من وزارة الصحة أكل إيه بقى تكمل غزية تاكل اللي أنت نفسك فيه أي حاجة بصي بقى أنا مدار رهان بقى طب فيه رهان تاني أول رهان تاكل اللي نفسك فيه طب تاني رهان وده الأهم بقى اللي هو 10 كيلو في الشهر ده بقى رهان يعني حاجة كده بتنفرد دي 10 كيلو في الشهر أو بلاش بالشهر بنخليها بال10 أيام أنا بحب الإيه النتيجة السريعة يعني عشان فيه ناس كتير بيبقى عندها مناسبة بيبقى عندها فرح بيبقى فبتبقى محتاجة في 15 يوم في 20 يوم فأول 10 أيام بنتكلم في 3 إلى 4 كيلو وده رقم رائع لما توصل 3 كيلو في أسبوع أو في 10 أيام وتوصل في الشهر اللي إيه 10 كيلو ده رقم خرافي خصوصا بقى ويجاي يعني أشرح لك برضو خصوصا إن اللي بتخسي ده بتخسي إيه دهون وليس وزن ده يحصل إزاي بقى يا دكتور حلو قوي خلينا نشوف الأول خلينا نشوف الأول ألياف سوتي بتعمل إيه في جسمنا تخلينا شبعانين 16 ساعة أو 14 ساعة بتوع اليوم تعالي كده وريكي بصي أنا دايما بقول نص كوبية المياه وبالمرة طريقة تحضير ألياف سوتي يعني في ناس كتير بيت تفتكر إنها تابلت أو أقراص أو حبوب لا يا جماعة بصوا عشان بس إنه بعارفين حاجة الأقراص أو الحبوب بتعرفوا على طول إنها إيه كيميكال على طول وتعمل ألم في المعدة بقى والتهابات ده أنا ممكن أعملك بقى حلقة عن إيه الحاجات المواد الكيميائية أو التابلت بتعملها حقولك أنا حاجة بسيطة بدون يعني من منصعابها على المشاهدين هم ينزلوا أي صيدلية ينزلوا أي صيدلية ويشوفوا أي دوا تابلت يطلعوا البنفلت اللي جواه المكونات المكونات حيلاقوا الأعراض الجانبية حيلاقوا بقى إيه وجع بط غسيان مل بالزبط الحاجات حالة نفسية صعبة التهاب كل ده ديه في الحاجات الكيميكال اللي هي الروس هنا بقى اللي فسوتي زي ما احنا شايفين كده يا جماعة أنا فضيت البكت على نص كباية مية عشان بيسألوني بيتستخدم إزاي فأنا بفضي البكت على نص كباية مية خلاص وببدأ أقلبه لغاية ما يمتص المية وأشرب بعدي كبايتين ثلاثة مية هتسأل ليه بقى أشمعنا ليه باشرب كبايتين ثلاثة مية ده ليه بقى عشان اللي هيحصل دلوقتي بصي بقى أنا كان فيها مية صح أنا كنت حادة تنص كباية مية بقت فيها سمك فيها بقت فيها سمك صح هنقلب أكتر هيحصل إيه تتقل أكتر القوام متماسك حيخلاص هتمتص كل المية طب لو زودت لها مية بص بقى أنا مش قادر خلاص أقلب لو زودنا لها مية طب أنا أشربه إزاي دكتور؟ مش هنشربه أم ليه ده ده دليل وحب أعملك حلقة تانية على دليل الفرق بين الألياف الصناعية والألياف الطبيعية ده كده يبقى ألياف طبيعية مية في المية ده مهم إنه هو يتاكل وقدر أكل بصي بقى أنا مش قادر أقلب طب حتقول لي في المعدة مين اللي هيعمل كده؟ أنا عايز أقولك إن المعدة هي دي وظيفتها وظيفة المعدة إيه؟ إنها تطحن الأكل كده تطحن تقلبه بس كده ما تنتصش ولا أي حاجة بصي بس أنا عايز أوريكي حاجة يعني إحنا كنا دايما إيه؟ أولا هو ده شكل يا جماعة طب وطعم وإيه لما باكل أنا حديكي الدوقي كمان لو عايزة أنا دوق فاهمت؟ أجل أنا مش عايز أخسي يا دكتور لا أنا عايز بقولك حاجة مش لللي عايز يخس بس أم لإيه؟ أي حد لأي حد؟ أقولك دلوقتي معلومة حلوة بس بصي بقى دي الحركة دي بقى طب أنت حاسس بطعم إيه دلوقتي؟ دي كده فواكه فواكه دي الفواكه الجميل طعمة يعني هو كده هايب في المعدة عندي؟ وعرفة يعني الفواكه التي تحسيها مسكرة يعني دي تبقى حاجة جهلوة جدا ما فيهوش سكر وفي نفس الوقت أنت حاسسة إنه مسك يعني فهمت طعم الفواكه وفيه طعم الفانيلا حلو وطعم زي البسكويت شوية يعني فيه كذا طعم فيه طعمين طبعا حسب اختياري اللي أنا محبه مش بس كده إنت ممكن تتحكم في الطعم براحتك بقى أقولك إزاي؟ اعملوا على عصير يعني بأخذوا قبل الغداء قبل الغداء وباكت قبل العشاء عشان يقفل معي على مدار اليوم كله بس أهم حاجة إيه؟ لمدة قد إيه دك أشرب الكوب بيتين مياه لمدة قد إيه؟ ولو ما شربتش مياه؟ بسي حلو حاجة لو ما شربتش مياه أصلا جسمك مش غلط ده مصيبة طبعا أنا عايز أقولك المياه أحسن دواء عمتا في الوجود بقى في أي حاجة أي مرض الضغط بيتزبط بالمياه السكر يتزبط بالمياه الكلا ترتاح بالمياه القلب يرتاح من المياه كل حاجة في جسمك الأعضاء بتاع الجسمك كلها تتزبط بالمياه فعشان كده بنوصي تايما بتلاتة لتر مياه في اليوم يعني احنا دايما بنوصي تلاتة لتر مياه في اليوم هنا قليا في سوتي هتخليك تشرب مياه طيب أنا أخده قبل الأكل بأدئي أيها الوقت اللي انت تلت ساعة ربع ساعة نص ساعة لو عايزة ونشرب في خلال النص ساعة دي المياه بتاعك الكورس أخده أدئي يا دكتور كل يوم؟ على حسب انت عايز تخيزتي طبعا هو بيبا كل يوم كل يوم لمدة أدئي بقى شهر شهرين ثلاثة فريق بقى متابعة دي وظيف طبعا انت بتكلمه ويقول لك انت وزنك كم؟ تقول لها أنا وزني مثلا 100 كيلو سيدة مثلا 100 كيلو وطولها 150 سنتيات أو مستوى هو احنا معنا برضو ممكن نشوف الفيديو توضيحي ياريت نبص إيه اللي حصل الفيديو توضيح هديك تشرح هنا كل حاجة فيه زي اللي حصل في الكوباية دي هشرح لك على فيديو بصي أنا عايز أقولك إن كل الأكل فيه كالوريز الكالوريز دي هي البعبع اللي بيعمل زيادة الوزن منعرضه بصي احنا هنا بقى أكلنا الايه الألياف مش احنا لسا محضرها اهو في الكوباية تمام أكلتها نزلت معدتي بصي بتكبر ازاي؟ بتكبر ليه بقى؟ بتملى المعدة ليه بتملى المعدة عشان شربت المية بعدها أول ما هي شافت المية عملت ايه؟ نفشت برافو عليك نفشت كده عملت عملت سبونج كده أو يعني ملتلي ايه المعدة كلها تقريبا فعشان كده انا بقول دايما ايه؟ ان انا حاسس ان انا شبعية اكل اللي نفسي فيه ليه؟ لان الجسم كده كده محتاج طاقة هيعمل ليه؟ هيعمل اللي انتو شايفينه ده حاجة اللي شايف التروس اللي بتتحرك دي يعني الميتابوليزم ايه الميتابوليزم ده جماعة؟ الحرق الحرق بيبدأ يزيد معي حرق الجسم نفسه هو اللي يزيد يعني الجسم يبدأ يحرق عشان محتاج طاقة وفي الاخر يتخلص من كل ده والوزن الزايد والدهون والكلام ده كله ويطلعوا في الطوي اللي تعادي خالص مع الحمام ونبقى تخلصنا من الوزن بدون اي اثار جانبية وبشبع حقيقي مش شبع وهمي لان في ناس كتير بتاخد اقراس او حاجة تقولك انا شبعانة ده بيأثر على المخ فنبعد عنه يعني دي حاجة مهمة جدا وده طبعا الاسهم ده بيهميني جدا ان وجود الفايبر في الجسم وجود الفايبر في الجسم ده ضروري عمتا حتى لو مش عشان تشبع ده عشان يحميك من امراض كتير زي السرطانات زي امراض القلب زي امراض الاوعية امراض الركب المفاصل طب بيعالج دهوني زي دكتور لو انا خدته خلاص كده دلوقتي وعايزة تنزلي دهون دهون حلو انا دايما بقول برضو ايه فريق المتابعة بيسألك يعني بيبقى بيتابع معاك كل حاجة بيبقى فيه هستري طبعا برافو عليك الدهون عندك عامل ايه طب عامل لي امبادي لازم يعمل بقى تحليل وكل حاجة على حسب بقى حالة كل حاجة ممكن واحد يكون سليم يعني ما عندوش دهون مثلا او حاجة وعايز يخس او واتفر ايه الحالة قبل اي حاجة انا لازم اعمل تشيك اوب كامل علشان انا ابدأ اخد المنتج لا اهو بس ان ما هي دي بقى دي ما هي دي فالادوية اه اللي انا عايزة اعمل تشيك اوب كامل دي للادوية انما في سوتي هنا لا تماما ده النقيد بقى العكس ده بالعكس لان عايزة اقولك انت لو تعبان من امراض تانية انت يعني كويس انك تاخد سوتي يعني انا اقولي يا دكتور كده امن لمرضى السكر والضغط والقلب والكوليستروق كله طب اقولك حاجة اسهل امن لكل الامراض امن لكل الامراض عشان نسهلها انا جبت لك جبت لي لحية كده اه بدل عن امن للسكر فواحد يقولي طب انت عارف عندي ضغط عندي ضغط عندي ضغط امن لكل الامراض اللى موجودة لو لا قدر الله لا قدر الله بعد الشرع على كل المشاهدين سرطنات او حاجة حتى الاورام او اي حاجة مالوش علاقة اصلا لانه يعتبر اكل بينزل جوه المعدة فملوش علاقة طب حلو انت سألتين يا رسول المهم طب فردا يا دكتور حد يخده ومش عارف يأكل مش قادر يأكل حلو طب ده كمين عايز بقى يعمل ايه لو عايزه عايز يقلل الجرعة شوية عشان يبدأ يأكل انواع اكتر مسلا هو حر يعني دي حد بقى يعني زي بنقول بمزاجه اه احنا كده خلاص خلينا هو يتحكم بشهيته خلينا هو يتحكم في الاكل طب المدة متوقفة على حسب انا عايز اخذي على حسب هي دي اللى انا قلتلك عليها لكن هو كل يوم اه كل يوم بس فريق متابعة بيحددلك انت عايز تنزل عشرين كيلو اه فبنشتغل للفترة اللى تنزلك عشرين كيلو سواء شهر شهرين ماكسيمام ثلاث شهور ده لو عايز نزلل تلاتين اربعين كيلو وده رقم كبير جدا طب مهمة اوي بنزل تلاتين اربعين كيلو من ايه في جسمي بنزلهم دهون الدهون ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة هبعملك حلقة كاملة عن الدهون واضرارها للجسم وازاي بنتخلص منها بقالياف سوتي بس بسرعة كده ممكن اريكي اريكي زي ما وريتك كده القالياف سوتي تعمل ايه في الجسم هوركي قالياف سوتي بتعمل ايه في الدهون اللى في الجسم طيب تعالي وريكي كده أنا دايما بجيب معي كباية فيها مية برضو وكباية فيها إيه؟ زيت الزيت ده ليه؟ الزيت ده اللي هو إيه؟ الدهون ما هو الزيت السمنة كلها دهون كل دي دهون بتتحول جوا جسمنا لدهون عايز أقولك معلومة أن السكر حتى السكر بيتحول لدهون بصي عملتلي إيه دي؟ شايفة إيه اللي تعمل ده؟ إيه اللي تكون ده؟ دي طبقة من إيه؟ من الدهون ده الكرش يا جماعة بصي أنا دايما بحب التجارب كده تبقى إيه حية ووقعية عشان الناس تبقى شايف ده الكرش يا جماعة اللي بيبقى البطن ده الفخد اللي بيبقى فيه سيليولايت وحنتكلم عن سيليولايت لأن دي مهمة جدا ده الدهون المتراكمة في الجسم ككل خلاص؟ طيب تعالي أوريكي بقى اللي فسوتي ممكن تأثر عليه إزاي؟ إحنا قلنا الجرعة بتاعتنا عبارة عن إيه؟ باكت قبل الغدى وباكت إيه؟ قبل العشاء يبقى هناخد 2 باكت أو 2 باكت هناخد أول باكت أه 2 باكت أول باكت ده اللي هو قبل الغدى تمام خلاص؟ هسيبه على الدهون أو على الزيت اللي احنا شايفينه مش هقرب منه خلاص؟ وحكمل تاني باكت زي ما احنا شايفين كده اللي هو إيه؟ بتاع قبل العشاء بصي بقى أنا عايزة أوريكي يعني أنا هسيبها كده مش هقرب لها بقى خلاص لو احتاجت ده إيه دكتور بصي بقى ده إيه بقى معناه الألياف أول ما شافت طبقة الزيت عملت فيها إيه؟ حاجتين عملت فيها حاجتين أول حاجة بدأت تكسرها بدأت تكسرها وتمتصها وتنزل تحت هتشوفي كده بصي لو باينة لأي باينة قدامي على الشاشة هتفضل تيكل فيها بصي لها اللي بينزل ده بتسحب بتسحب الدهون بتمص دهون وتنزل ده أول طريقة تخلصني من الدهون هتقول لي هتنزل فين مع الإخراج العادي خلاص طب تاني طريقة اللي هيحصل قدامنا ده دلوقتي شايفين اللي حصل دلوقتي؟ ده كله خلاص كده امتصت اللي تقدر تمتصه ونزلت سابة طبقة عاملة إزاي بقى؟ مهمة أول سابة طبقة متكسرة من الدهون طب ده معنى إيه إنها سابة طبقة متكسرة سهلت على الجسم إنه محتاج طاقة يقوم رايح حرق مين؟ الطبقة اللي متكسرة دي اللي فضلة اللي فضلة دي اللي فضلة ده سحر يعني بصراحة بس أهم منها سحر إنها بتخلي الجسم هو اللي يحرق ما أنا ممكن تديجي دوا قرصين هم اللي يحرقوا لي كل الدهون اللي عنه صح ولا لا؟ بس إلا حيحرق؟ بس أنا جسمي ما ساعدشي مش ما ساعدشي هو وقف خلاص انت جسمك وقف أنا جبت دوا هو اللي حرقلي طب لو وقفت الدوا خلاص جسمك وعمر ما هيحرقته مش هيحرقتيني يبقى أنه دمرت الجسمة ولا لأ دا غير إن الأي دوا بيتخرج عن طريق الكلا أو الكبد بيتعب الكلا أو الكبد يبقى إذن هنا قليل يا فسوتي بتشتغل على الدهون بطريقتين أول طريقة بتنتص الدهون نفسها دي أول طريقة تاني طريقة ودي الأهم إنها بتكسر لي بتفتتلي الدهون فبتخلي الجسم سهل قوي لحوة بصراحة يعني أنا أشهد أني دا فعلا منتج آمن وفعلا ملوش أي أضرار وكمان مرحص من وزارة الصحة لسادة المشاهدين اللي بيشوفونا وطبعا كمان النمر بتاعت المنتج موجودة على الشاشة دلوقتي وأرقام التواصل وفيه فريق طبي متخصص على أعلى مستوى بيتابع بيوصل الطلب نفسه للمكان اللي إنت فيه أو المحافظة اللي إنت متواجد فيها طبعا دي أبسط حاجة يعني دي حاجة يعني مفروغ بينها بس أنا يهميني إن الناس تبدأ وما تكسلش ليه لأن إحنا تغلبنا بقى على ما هو طبعا يا دكتور خلاص كده ما بقاش فيه ما بقاش مشكلة بقى ما فيش مشكلة لأني كل حاجة عندي سهلة وقدام عيني يعني الاختبار ده خير دليل زي ما بيقول بالزبط كده يعني ما نخليش بقى يجي واحد يقول لي أصلا ما بلعبش الرياضة فمش هخس لا ملكش حجة بقى أنت تقدر مبسطة جدا وبالمشي العادي في اليوم العادي وبتقليل الأكل وتدخل سعرات حرية أقل تتخلص من الدهون وتتخلص من الوزن الزيت زي ما بيقول عشرة كيلو في الشهر وده رقم تحفة ده رقم كبير جدا إنك تنزل عشرة كيلو وزي ما شفتي عشرة كيلو دهون يعني دايما بقول وكمان يعني ما لوش أي أضرار لأي حد مريد قلب، سكر، ضغط كله تمام يعني ما فيش أي حاجة يا دكتور حاولك حاجة في مريد أنت عمرك سمعدي عن مريد قالوا له مثلا ما تاكلش خيارة أو طماطم ما فيش كلام ده احنا كده معنا صور يا دكتور ممكن هدك تشرحنا ده الدهون يا جماعة ده الدهون اللي احنا بنحاول نتخلص منها أو بنترجطها يعني بنستهدف دايما الياف سودي بتستهدف دايما الدهون بصي شكل الدهون ممكن يبوض شكل الجسم ازاي أكيد طب يعني واحد عنده الدهون في الأبر بادي أو في الجزء اللي فوق في واحد عنده دهون في بطنه تحت بس في واحد عنده دهون في الأرداف في الرجلين كل تتعدد الدهون والشكل بيبقى وحش يعني ملاش حال الياف سودي زي ما شفنا بتقدر تتخلص من الدهون دي اللي هي شكلها زي ما انت شايفة كده قدامك بقى بصي شكل الدهون عاملت زي ده شكل الدهون في الحقيقة بقى اي احنا اللي فاتت دي كانت مكت كده للدهون جوا الجسم دي الدهون بقى الحقيقية نفس الوزن شوفي الاثنين دول نفس الوزن سي مثلا الاثنين دول لاتنين كيلو بس بصي دي حجمات دي زي عارفة كيلو القطن وكيلو الحديد وبعدين يعني كمان بتبقى صعبة الدهون كمان بتبقى صعبة جدا في علاقة يا دكتور على فكرة ما هي بصي ما هي الدهون دي بقى ما انا اقول لك هعمل لك حلقة لانها مش بديو صعبة في علاقة دي بتجيب امراض مميتة دي حقيقة انا عايز اقول لك يعني مثلا انت صلوا بالشرعين ده بيجي من دهون بسبب الدهون السراسية صح؟ اه الدهون المرتفع ده ليه لان الدهون بتترصب جوه واحنا برضو معانا النتائج هي يا دكتور اه النتائج دي مهمة جدا اه قدامنا على الشاشة بص النتائج دي يا جماعة هوا بصي اي انا دايما انا ما بقيمش الحاجة الا من نتائجها اكيد طبعا مفعولها ونتائج على طول مفعولها واحنا متأكدين منه وضمنينه نتائج بقى طب تعالي نتأكد معاك يعني تعالي نشوف بقى الحالات اكيد عملت ايه بصي انا عايز اقول لك مش حتلاكت يعني 100% من الحالات كانوا بيعانوا من سمنة في بطنهم في الجناب سمنة الجامدة مفروضة اه اللي هي الدهون اللي في البطن وفي الجناب وفي الكلام ده بصي بقى الفرق قبل وبعد يعني انا عايز اقول لك ده مثلا 23 كيلو في شهرين 23 كيلو في شهرين اه في شهر و45 يوم بالزبط يعني شهرين و15 يوم بالزبط بالرقم باليوم ديت مثلا في شهرين في شهرين ديت 22 كيلو ودي كانت حالتها يعني دي انا افتكر كمان دي كانت حالتها هي قاعدة ما بتتحركش اصلا يعني سيدة متقدمة في العمر وما بتتحركش كتير فحتى هي يعني كانت بتغذر عنها تقول لنا انا هصور لكو وانا ايه وانا وقفة عشان تبين لنا يعني ان هي ايه الوزن لما راح بدأت تقدر تقف ايه دي المتابعة اللي بتكلم عليها يعني بصي ده شاب صغير عشان برضو حضرك ايه يعني اكدتي على انه امن ايه فهو امن للاطفال كمان للاطفال كمان اهو ده خير دليل يعني ده بتكلمي 12 سنة تقريبا حاجة كده 12-13 سنة انا عايز اقولك بصي المتابعة هي اللي بتجيبلي الايه ده اول عشر تيام كان عامل ازاي تاني عشر تيام بقى عامل ازاي تالت عشر تيام بصي التيشيرت في الاخر بقى تعمل خلاص كده وسع اساسا اهو ده اللي بتكلم فيه فاحنا بن احنا اللي بنقول هتنزل في عشر تيام خمستاشر يوم عشرين يوم تستخدموا يعني ايه عشر تيام بس خمستاشر يوم لا شهر انت محتاج شهرين على حسب طبعا حجم الكتلة اللي انت عايز تتخلص منها تمام دكتور عايزين تتكلم برضو عن السوليولايت حيط مهم جدا انت مفكرتين لان انا قلت في النص انا عايز اتكلم على السوليولايت سوليولايت ببساطة جدا وباختصار في كلمتين سوليولايت ده عبارة عن ايه شايفين الدهون اللي احنا لسه متخلصين منها بيبقى في منها دهون خفيفة اوي بيبقى في منها دهون خفيفة اوي بتترصب بفين بين الجلد والعضلات اللي تحت الجلد اللي يتعمل شو بتراهلات ايوة شبه التراهلات كتا تعريجة كتا يعني انا معي ممكن صورة دي صعبة جدا السوليولايت وتبقى عن السيدات مش عند الرجال اوي بتيجي عند الرجال بتيجي بس الآغلبية بتبقى عند السيدات دي سبب عشان تغيرات الهرمونات市 راشان بتبقى عامل وراثية في السيدات اكتر من الرجالY النسبة بتحدوث اكتر بتبقى عاملة زاي بوسي الجلد يعني ممكن نشوفه مع بعض الجلد اللي فيه سيولايت والجلد الطبيعي الجلد الطبيعي حتلاقي initiated عادي زي اديمة كده مفوش احاجه أما الجلد اللي فيه سيليولايت هتلاقيه زي ما حضرك قلت فيه ترهولات فيه ترهولات أو تعويجات طيب موزعجة جدا 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 أنا معاجي جدا طيب نعمل إيه إحنا دلوقتي اشتغلنا داخليا بسوتي على الدهون زي ما شفنا في التجربة بتاعت تأثير على الدهون شفنا بتأثر زي على الدهون وكل ده طيب هنشتغل ازي على السيليولايت معنا بقى إيه الأنتي سيليولايت كريم مش سايبين بقى من بره ومن جو الأنتي سيليولايت كريم دوت إيه في كريم ده خارجي يا دك ده خارجي هندهنه على المناطق اللي فيها سيليولايت عندك واضحة طيب ده حلو قوي ده حلو بس إيه بقى المهم إن أنا ألتزم بالكورس ككل لأن أنا عمري ما هتخلص من سيليولايت وإنت عندك دهون كتير جوة جسمك فلازم نأخذ الكورس كامل برافو عليك لازم أتخلص من الدهون ككل الدهون اللي جوة فلما تنزل تشد معاك جسم وتنزل السيليولايت بكريم الأنتي سيليولايت طبعا أنا عايز أقولك إن النتائج بتبقى مبهرة بعد أول شهر فيه الناس كتير بتقولي يعني أنا جلدي بقى مشدود يعني دي بتبقى حاجة حلوة فيه الناس كتير بتقولي أنا باخده عشان كانت عنتي منطقة مثلاً في الرجل أو حاجة مترهلة سنة فأنا عايزها تتشد عشان السيليولايت فأنا يعني دايماً بقول خد الكورس ككل كامل عشان تلاقي النتيجة اللي إنت بتينتظرها طيب إحنا عايزين نقول للسادة المشاهدين خد الكورس كامل بس عايزين نعرف من حضرتك إيه وروض الخاصة بنا في خطوة عزيزة طيب أنا دايماً بقول يعني أورجانيكا ما سابتش حاجة ما فكرتش فيها فكرنا إزاي نخسس وإزاي من غير مجهود وإزاي كل حاجة لازم نفكر في الحالة الاقتصادية وكل منتجات أمنة دي أهم حاجة طبعاً دي خلط دي مفروغ منها دي حاجة آمنة طبعاً دي لازمة ولكن أورجانيكا برضو بتفكر في الحالة الاقتصادية وعرفة كل حاجة أستأذنك دكتور محمد معنا مداخلة بس قبل ما هذيك كل عروض ألو أم عمر معي ألو 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 الخط قطع ولا إيه طيب معلش أنا عزفل حضرتك نكمل لعروضنا طبعاً طبعاً أنا بقول دايماً أن الأورجانيكا بتفكر في الحالة الاقتصادية وعشان يعني إيه أورجانيكا زي من قلت وعشان ما تبقاش تكلفة لعمليات الباهزة يا دكتور لا عمليات إيه ده 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 اللي لقدر رأس عب بتقدي للوفاة طبعاً لا 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 وتبقى مأساة أنا دايماً أنا بتشوفينها صيدالي أنا دايماً يعني ضد فكرة أن أول ما تتعب خد دواء لا إستنى الانتيبيوتكس الناس اللي بتاخد مضادات حيوية عمال على بطال ده غلط ده غلط عمالة علماً 50% على طول بس نقول لكلمة السر يعني كلمة السر 50% لخطوة عزيزة كلمة السر خطوة عزيزة بس يقول بقى أنا عايزي العرضين لأن في ده 50% في العرض التاني إنك لو أخدت شهرين لو أخدت شهرين وعايزين برضو الناس تبقى فاهمة الشهر بيكون مكووم من أربع عبوات يعني أربع عبوات زي اللي احنا شايفينها كده أربع عبوات طب لو أخدت شهرين يبقى هتاخد تمن عبوات لا حيقول لك عشرة يعني في عبواتين هلية عبواتين كمان زيادة أغير الـ 50% خاصة لو أخدت شهرين تمام احنا معنا معامر أهلا ألو سلام عليكم عليكم السلام أهلا يا حبيبتي ازايك الحمد لله اللي سلمك ممكن يا معامر نعرف تجربتك أيوة حلوة جميلة والله أنا جربت جميلة الحمد لله يعني خسين احكي لنا بقى التجربة قبل ما تاخدي سوتي وبعضا ما أخدتي يا جميل والله قبل ما أخده كنت تعبنة جدا من بطني وكده ولا ما بعداش أمش على رجلية كتير الحمد لله بده السن اللي بطني نزلته الحمد لله بده يعني أحسن من الأول بكتير نزلت عدقية يا معامر نزلت حوالي 30 كيلو بس مش وقت يعني في وقت كبير يعني زي شهر ونص كده حاسة بعيد الوقت الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله بسماء الطبيعي يعني بتقدري تتحركي براحتك بتروحي وبتيجي آه 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 الحمد لله الحمد لله قوي 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 يعني وأنا مستمرية عليه والله ولسه الغياد دلوقتي مستمرة آه آه أنا لسه عندي وإن شاء الله لو حتاكت هرقبت الديوم إن شاء الله يعني أنت لسه عايزة لو أنت حتاكت أنك تنزلي في الوزن حتطلبي الأوردر تاني أنا نزلت الحمد لله أنا نزلت بس بده الشتاء يخش علي برده جايز بعد يكون لقمة زيادة بتاعي يعني يا خف أهلا بنشكرك يا أمو أمر آه معانا ناجية أيها سلام عليكم عليكم السلام السلام إزاي حضرتك يا أستاذ أبو سعيد أهلا بيك يا حبابتي الحمد لله ممكن أكلم دكتور محمد لله اتفضلي طبعا اتفضلي اتفضلي أنا مشاكلة أو يا دكتور والله وليلي عملني إيه خسيني قد إيه دي أهم حاجة أيوا دكتور محمد أيوا خسيني قد إيه أنا كنت تسعة وسبعين بس بقيت خمسة وسبعين عشان بس في عشرين يوم لسه يعني لسه بقى في عشرين يوم دول يعني خمسة كيلو دول آه تمام آه فالحمد لله يعني فرقت معي يعني بس دول فرقوا معي فإن شاء الله أكمل إن شاء الله بس استمري بقى وليلي في أي أعراض جانبية في أي حاجة دايتك؟ لا 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 خالص خالص مفيش أي أعراض جانبية في جد والله أستاذ أنا جاية حسد بفيه اختلاف في حياتك حتى الخمسة كيلو كانت المشكلة عندك في حجم المعدة؟ نعم كانت حجم المعدة هي المشكلة عندك؟ حجم البطن كان كرش كده يعني بطن كانت كبيرة شوية فالمشي بقى المشي تقيل قوي لكن الحمد لله بقى أقل دلوقت المشي يعني كويس الحمد لله طبعا وحركت بكت أحسن يعني حتى واحدة فرحبتش والله لحظت علي قالتلي يعني شكلك باين إن انت خصتها شوية حتشترك إن شاء الله معاكم لما لقيتني أنا خصتها وكده احنا بنشكرك يا ناجية احنا كمان معنا دلوقتي تعليقات لتجارب ناس أخدوا سوتي هنشوفها مأحدك دلوقتي يعني دايما دايما بقول بنشوف الصور قبل وبعد يهمني نشوف الإيه برضو الفيدباك بيسموه أو النتيجة اللي بالبؤ بقى يعني هو بيتكلم يقول أنا فرحان إن أنا خصيت اه طبعا بيبقى احساس طبعا تاني دي الحالة النفسية بقى يعني دي بقى يعني كمان الصفحة كده دلوقتي طبعا الصفحة ببقى يعني أي استفسارات طبعا طبعا أورجينيك على طول يعني إيه فتحة زي مدو كده ببها للجميع أي استفسارات طبعا يسألوا عليهم ويحاقوا طبعا ويحاقوا طبعا طبعا طريق طبي كامل طبعا ويحاقوا العرود لكل أي حاجة الزبط وإحنا برضو حنأكد تاني على العرود صح كده وخصم 50% وفي عبوة زيادة صح مرسي يا دكتور محمد ونورتنا وإن شاء الله نلتقي مرة تانية إن شاء الله شكرا لك تسلم أعزائي المشاهدين فاصل نرجع نكمل حلقتنا النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم عزيزي المشاهدين بعد الفاصل وفقرة مهمة جدا بتهم كل الستات والبنات أنا بنصحهم وبقول لهم ركزوا في كل كلمة هقولها النهاردة وهتسمقوها معنا في البرنامج فيه دبعاً ناس كتير بقى بتعاني من تأخر في الإنجاب وعدم الخلفة في الفترة الأخيرة بالذات وكلمة ماما دي بتسوى كتير قوي محدش بيحس بيها غير فعلاً اللي تحرم منها والست دايماً بتضحي كتير قوي علشان خاطر تبقى أمه وتسمع الكلمة دي أو كلمة ماما بالذات وفيه ستات آخر أمل لهم في الإنجاب هي عملية الحقن المكهري بس للأسف معظم الستات أحياناً بتجري وراء معلومات مغلوطة وغريبة وقرفات يعني ممكن واحد يقول لوحدة أنت عندك تأخر في الإنجاب روحي عندي شيخ يقرالك أو خدي علاج أو أعشاب أو وصفات غريبة للأسف احنا النهاردة جايين معنا الدكتور وبنتعب كتير قوي من اللف وكلها محاولات يعني بترجع بالفشل بس لما بنسمع الكلام الصحي والعلمي فعلاً وبنختار الدكتور الصادق الشاطر واللي عنده خبرة كبيرة ربنا طبعاً بيكرمنا على طول واللي احنا بنشوف طبعاً النهاردة معايا تقاريره وحالات نجاح كتير جداً من الكلام العلمي والطب الصحيح لضيف العزيز الاسم والقيمة والقامة العلمية الكبيرة الدكتور مصطفى الخشت استشاري عليك تأخر الحمل والحقن المكهري أهلاً بك يا دكتور مصطفى ونورتني أهلاً بحيك مدام بوسعين ربنا يبارك فيك دكتور طبعاً احنا بنستفاد من حضرتك بمعلومات جميلة جداً وبتفيد كل الأسرة المصرية بس في الفترة الأخيرة احنا ملاحظين ان في مشاكل لتأخر الإنجاب ودي ملاحظينها في الفترة الأخيرة وخاصة اللي متزوجين قريب عايزين نعرف ايه الاسباب يا دكتور ارتفاع نسبة تأخر الإنجاب آه بقت عالية جداً في مجموعة من الأسباب ممكن نقول هي السبب رقم واحد طبعاً تأخر سن الزواج آه تمام؟ يعني كان زمان في العشرينات قبل العشرينات العشرينات بعدين بنتكلم في التلاتينات طبعاً ده بيأثر على جودة البوائدات النسبة كبيرة منهم بيبقى بسبب ارتفاع سن الزواج بيحتوى استأخر للحمل الحاجة التانية زيادة الوعي معظم الناس بدأت خلاص انا اتأخرت في الحمل انا هروح اشوف دكتور فبدأ يحصل كشف مباكر على الأسباب بنكتشف مثلاً اتنين لسه متجاوزين لكن ما عملوش تحليل معينة يبدأ الزوج مثلاً يعمل تحليل سائل المنوي بنكتشف ان فين عدام في الحنات المنوي خلاص انا هنا هقف علشان يحصل حمل للزوجين دول لازم حقني مجهري طيب لو ما كانش فيه وعي كان ممكن الزوجين دول يعودوا فترة طويلة قوي عشر سنين ده وقت ما يبدأ يسعى نكتشف انه لازم حقن بس الزوجة سنها كبر بلاحظ امتى الوضع دي يا دكتور يعني بحس امتى ان انا اقول لازم اروح اكشف في علامات معينة يعني بعد الزواج بقد ايه مش شرط بعد الزواج يعني مثلاً اتنين في مرحلة الخطوبة بيتجهزوا نفسهم للزواج في حاجات معينة بنبدأ نسأل عليها عشان تعرف ان هي في الامان بمعنى ايه مثلاً بيتطلب تحليل سائل منوي للزواج تحليل بدائي يعني كشف الطبي ده مهم جداً قبل الزواج قبل الزواج طبعاً يعني هيوفر لنا وقت ومجهود ممكن نكتشف من التحليل البداية اللي هتتعامل قبل الزواج ان فيه ضعف شديد في مجزون المبيض للزواج بيبان اه بيبان طبعاً زيارة بسيطة للدكتور قريب في المنطقة بتاعتنا احنا داخلين على على الزواج بتاعنا عايزين نتطمن بس ان احنا ما عندناش حاجة هيطلب تحليل بسيطة جداً بيديهم فترة امان سنة ما تعملوش حاجة ايه ومن خلال اسئلة بسيطة هيبدأ يعرف انت محتاجة لأ محتاجة التابعي ولا لأ في حالات معينة مثلاً ما بينزلش عليها الدورة غير بالعلاك لازم نفرق هنا هي انعدام بعضات ولا فقر شديد في المبيض ولا تكايوس مبيض دي حاجة ودي حاجة يعني انا لو خدت علاج يبقى ده صح لي ان انا انازل دورة لو على حسب حالتنا يعني مثلاً في واحدة عندها دورتها متلغبطة هنا السؤال مش بدور على حملة انا عايز اعرف السبب ان الدورة بدأت تلغبط بتأخر بالشهور انا عايز اعرف السبب انا مين انا عندي تكايوس مبيض في خل الدورة تتأخر عندي بالشهور ولا انا معنديش بوعدات اصلاً اجابت السؤال ده بيتم فحص بسيط جداً قبل الجواز خلاص عارفنا ان انت عندك شوية مشاكل في الهرمونات نتيجة تكايوس المبيض امشي على لايف ستايل معين بعض الادوية المعينة وخلاص ومنتظري حلوس الخمد اي لقينة لأ انت للأسف مفيش بوعدات الموضوع بيختلف مفيش وقت للانتظار انتوا قدوا الهانيومون وتعلون ليه خلاص مفيش وقت تاني حاجة مثلاً انا جات لي حالة جايب تسأل على الدورة بتلغبط قوي فطبعاً الكشف قبل الجوازبي عن طريق البطن يعني فعملنا كشف بدأنا ما بتبقاش بدقة قوي زي السنار التشخيصي بتاعنا لقينا لا شكل المبيض مش مريح طلبت تحليل مخزون المبيض كان قليل كان عندها كم سنة يا دكتور؟ كانت تحت الخمسة وعشرين تقريباً تحت وعشرين سنة ده صعب قوي يعني في سن بدري قوي اه طلبت منها هننجاوز امتى احنا في مشروع خطوبة حالياً طيب اوكي لو سمحت نعجل بلاش سنة وسنتين وبلاش لما نتجاوز ناخد وقتنا اصلاً عايزة اجرب حياتي الاول بدون خلفة لا ما فيش وقت للكلام ده اه طبعاً يعني مخزون المبيض عندها ضعيف ضعيف اه طبعاً ده مش بس كده ده لو ربنا يسر وحملتي طبيعي لو سمحت بعد الولادة ما تنظميش ما تقولي ليش هاخد وسيلة ما تقولي ليش لأ أنا نوي أخر هو ما ينفعش ينفع بس لو سمحت بسرعة كملي عيلتك بسرعة بس الوسيلة مش ممكن تبقى عائق لها يا دكتور بعد كده للإنجاب مش هتبقى عائق هي خلفت اه وبعد كده عندها مخزون مبيض هيخلص بسرعة ما هيخلص بسرعة منها قصت كده هي ما كانتش هتبقى عارفة المعلومة دي اه لكن هي عارفتها قبل قبل ما تتجاوز أصلاً وفعلاً ربنا قدر ليها واتجاوزت وحملت هي في مرحلة متابعة الحاملة حالية حبلة طبيعية والله هنا قلة عدد البيضات لكن جودتها عالية فاحنا نستغل الجودة دي في التوقيت الحالي نكمل عالتنا انت مخططة انت وجوزك بقى عندنا ولا جبانت ولا دين ولا دين اه اه نصبحت هتين بسرعة وبعد كده ننظم برحلة طيب احنا معنا دلوقتي حالاتنا جاية حنشوفها مع حضرتك وانا نجا نكمل كلامنا بقى لي 8 سنين بدور رديدة اسحسنة هو دكتور مصطفى دكتور الوحيد اللي قال لي ان انا هخلف كل دكاترة كتبتقول لي مافيش امل حتى في الحقن الموجهري قالوا لي مافيش امل دكتور فابان سويف مركز فابان سويف قال لي مافيش امل خالص رحت الدكاترة في الفيوم جتيرة جدا كل دكاترة في الفيوم وماشング بنشق على شارت برجامس موسايك Hitler وقالولي ان هو داع لاج الوحيد وقالولي ان انا ماينفعش اخلف في دكاترة كتير هنا قوي في الفايون. عطاني منشطات بس ما نفعتش معايا. بعد سباح سادين بالزبط اجرعت دكاترة. و رحت برضو مركز في مصر وجريت فيها. وما كانش في امل برضو يعني بعد ما رحت مركز في مصر وهدق التنشيط قال لي لا ما فيش امل. و رحت مركز برضو وقال لي خلاص حدالك التنشيط بس حدالي الفلوس وحضرت الفلوس و رحت له. وما وفقش ان هو يعملي العملية ولا اي حاجة. ففي يوم كنت عدت طبيعي جدا. شفت صورة الدكتور مصطفى. فبعدت له مع النت قاله ان هم هيجوا هنا. ايوم الاربع. فجيت له اول مرة. فشاف الاشعات والتحاليل بتاعتي. وشاف كل حاجة ودخلت الصور. انا طبعا كنت كائبة جدا. كنت دايما بقوله ان انا مش مش هخلف لان كل الدكاترة هيكي مش هخلفي. فهو كان دايما بيقول لي خلي املك بالله كبير. واداني جرعت عليك مشت عليها اول مرة. وقال لي في امل ان انت ربنا هيكرم لك. وعملت اول عملية تانية برضو. وبردو ربنا كرمني فيها. مش هنا على جرعة تنشيط. وربنا كرمني فيها. وعملت عملية تانية برضو. وبردو ربنا كرمني فيها الحمد لله. والحمد لله يعني هو الدكتور الوحيد على مستوى الكاهرة والفيوم لما جاهنا. اللي قال لي ان انت هتخلفي. وان الداني امل اصلا في الخلفة. سمعت نبض الجنين دلوقتي. وقصتها جدا جدا. الحمد لله. وشفت الجنين على الجهاز. وربنا كرمني على الدكتور مصطفى. كون صوت الجريد؟ انا بانصح كل الناس اللي ربنا ما كرمهوش. بصورة البيبي. الحمد لله. انا الله مالك الحمد يعني بحوض ربنا الف مرة. بنصح كل الناس اللي بتجي لدكتور مصطفى. واي حد فقد الامل ان يجي لدكتور مصطفى. المفاعلة الدكتور الوحيد اللي داني امل. ورجعنا لكم عزيزي المشاهدين من تاني. الدكتور مصطفى طبعا ما شوالله يعني هي كانت فقدة الامل ودكتر كتير قالوا لها لأ واللي قال لها او ما اعملش حاجة. لكن لما لجأت لحضرتك الحمد لله والفضل ربنا وقوليك بعد كده هي دلوقتي ايه? ام. ام طبعا اه. الحمد لله. يعني وعندها ايه دلوقتي يا دكتور? عندها ولد. الحمد لله. ولد ربنا يا حمد يا رب. حالتها كانت عندك ازاي? انت اكتشفت التعب اللي عندها ازاي? هي علميا الحالة يكاد يكون نسب نجاحها معدومة. اه. انه دام بقى عدد بعيدات قليل قوي. مخزون المبيض قليل. مع ضعف شديد في حجم الراحم صغير. ايه. ايه. لما تحطي المشكلتين قدامي صعب. فاحنا مشكلة تبان كبيرة. ايه. فاصلنا قلنا الاول هنشتغل على عدد بعيدات. اه. الازمة عندي كانت فيها هي ان انا اقناعها انها تكمل. وهي كملت الحمد لله وربنا رزقها ابو عبدالله دلوقتي. اه. الحمد لله. فكانت الازمة ان انا اقولها لو سمحتي تعالي في امل. في باب صغير تعالي نخبط اه. دلوقتي هي عاملة حاجة تاني انها ممكن تخلف مرة تانية? اه. في اعمل اعملنا محاولتين حاني مجهاري. محاولة زرع نبيها والحمد لله ربنا كرامها والدت. وكان قبلها عاملين محاولة لتجميد الاجنة. علشان لما تفكر. لما تفكرت الانجاب مرة تانية يبقى موجود. اه. ما نتعرضش بقى للموقف داتي. ما فيش. اه. اه. استاذينا احنا معانا مدخلة. الو. الو. مادام صباح اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيتي. ممكن انت حضرتك تحكي لنا تجربتك مع دكتور مصطفى. انا اه. كان ليا خمستاشر سنة ربنا مرزقنيش بالانجاب. ايوة. اه. ولفت كتير ما خليتش انا واصلا من سهاج مركز سما. يا اهلا بيكي. اهلا بيكي. ولفت كتير ما خليتش يعني. نبتهى من يعني من اخر الدنيا. اي. ما خليتش ولا محفظة ولا مركز ولا مدينة ولا قرية ولا اي حاجة. يعني عدت خمستاشر سنة. زي كأني واحد كده بيدور. على الامل طبعا. على الامل. اه. وعملت مرتين حقني مجهري ومنافعش. وعملتهم في اعلى مراكز وعملتهم في مع كانت دكاترة يعني ما قدرش اقولك شهرة فعيتهم قد ايه. اي. بس ربنا مردش ومنافعش ومعرفوش الحالة بتاعتي ما قدرش يعيبوني صح. اي. بعد كده في ناس كانت ولد حلاله كده ودلولي على الدكتور مصطفى. الحمد. وقالولي اه هو الدكتور مصطفى هو اللي هيعرف الحالة بتاعتك. والدكتور مصطفى هو اللي اه. ده دكتور مونتاز ودكتور شاتر وهو اشطر دكتور يعني في مصر كلها. ودي حقيقة ربنا يبريك له فعلا طبعا. يا ربنا يبريك له في صحت ويخلي عياله. يا رب. يا رب زي ما فرحني وفرح جلبي كده. وخلى الاتسامة والحف دخل بيتي. وعرفت يعني انا كنت ميتة وسحيت بعد ربنا على ايد الدكتور مصطفى. اكيد طبعا اكيد. عدت يعني 15 سنة ما خلفتش. عندك اين دلوقتي يا صباح. عندك ايه. عندك اولاد اي دلوقتي. انا مش معي غير مودة بس. بنوتة واحدة. ربنا يخلي حالي. يا ربي حبيبتي وان شاء الله تخويها باذن الله. المودة عاملة ايه بقى معاك دلوقتي. احساسك بعد ما بقيت يا ام وبتسمعك كلمة ماما. لا احساس انا الدكتور مصطفى بياخد مني دعوات ومن امي ومن ابويا ومن جوري. يا رب. ومن سوهات كلها. سوهات كلها مش معاها حاجة غيرية حاجة عن الدكتور مصطفى. ربنا يبارك له يا رب. دكتور مصطفى. امام الخص يعني ده اكبر واعلى استاذ في مصر كلها. وربنا يخليه يا رب ان شاء الله. زي ما هو فرح جلبي. وزي ما هو كده نصرني وخلاني انسانة كنت ميتة. انا صحيت على ايد الدكتور مصطفى. يا حبيبتي ربنا يكرمك يا رب. يعني 15 سنة كل سنة بتعدي من عمري. كل ساعة بتعدي من حياتي كنت. كنت يعني ميتة. انا صحيت. يعني فهماني. اكيد يا حبيبتي. اكيد طبعا. ربنا يا خليليك موادة وتفرح بيها وتشوفيها احسن واحدة في الدنيا. بتقولي ايه الكل سيدة بتشوفك النهاردة وبتسمعك النهاردة يا صباح. بقولي كل واحدة لسه ربنا ما كرمهاش بالانجاب. ما تدوريش وتتعبش في نفسك. هو الدكتور مصطفى ما فيش صغيره. هو الدكتور مصطفى يعني بصي مش هتحسي نفسك انك قعدت سنيك. اول مرة هتقعد معاه هيديك الامل. هيديك الحياة. هيديك كل حاجة. انا قلت بارني عليه في نص الليل. في وقت ما ينفعش اقام في تليفون وارني على الدكتور كان يرد علي. كان بيديني امن. كان بيديني بيقولي ما تلاقيش يا ربنا كبير. ربنا. ونام بالله طبعا. ونام بالله طبعا. الدكتور مصطفى اشتر اشتر دكتور على مستوى الجمهورية. الدكتور مصطفى مفيش غير الدكتور مصطفى. انا حاسة ان الكلام طلع من قلبك يا سيزة صباح. انا حاسة بدموعي كمان وانت بتكلمي. انا بجيت انسانة فاهماني انا مكنتش عايش انا مكنتش عايشة في الدنيا. انا الدكتور مصطفى مش معاي حاجة غير اني انا بدعيله في كل ثانية بتعدي من حياتي بدعيله في كل وقت. خلاني خلاني اصحيت. انا كنت ميتة. انا كنت معي شاشي. انا كل ما كنت حكت في وشي بحيث ان انا اتولادت من جديد. يعني انا بجيت ام. انا مش مسدجة ان انا بجيت ام. والحمد لله ربنا يكرمه وربنا ينطقه. يا ربي يا حبيبتي. ربنا يتصر حوي عليه اكتر واكتر واكتر واكتر. اللهم امين احنا بنشكرك يا شباح ومرسلك يا حبيبتي اسلامي. انا طبعا مش يعني اه كلامها وصوتها وكله يعني واضح ان هي عايزة تعايت. تعايت من الفرحة وتعايت ان الاحساس طبعا واصل يعني يا دكتور. هي جميلة. يعني ربنا يبركلاف مواده. يا رب يا رب. وعزو عليها شدهي لك. يا رب اللهم امين. اه دكتور عايزين نتكلم عن الحان المجهري. وحضرتك طبعا قلتلي قبل الهواء اني نقطة مهمة جدا عايزين نأكد عليها انه ما بياخدش اكتر من خمس دقايق العملية نفسها. اشرح لنا بقى الحان المجهري بمعنا اصح. عشان يكون صادق يعني. اوكي. خمس دقايق وشهر. لو عايزين تنجح. لا ازاي بقى افهمها. احنا خمس دقايق اني هتدخل قط العملية. طب ما يزين انا بتكلم فيه اه. اه. هتاخد يعني بنسميها شوية لبن كده في الكانويلة دي برفانة صغيرة مش هتحس بحاجة. وتخلص العملية. الشهر ده مقبل العملية. اه طبعا لو عايز انجح. ايه بقى? احنا البوائدات دي الاساس. على اساس ان انا اجيب جانين كويس. انا لازم اعمل بوائدات كويسة. يعني لو بصينا مثلا هو الطبيعي. الطبيعي. المعظم الناس بتخلف واحد ولا اتنين. بتخلف واحد. واحد. ولاي الاول بيخلف اتنين. اللي بيخلف واحد ده جاي من بوائدة واحدة. اي. البوائدة الواحدة ده اللي هي بنسميها الدومين فوليكيلس. او البوائدة المالكة. البوائدة الام. الجسم بيطلعها. اي. لو انا قدرت اعمل حقن مجهاري ببوائدة واحدة. نسب هتقل. اي. ازاي اعمل البوائدة المالكة دي اكتر من واحدة. على حسب مغزون الام. اي. ممكن اعمل عشر بوائدات. عشرين بوائدة. كلهم بنفس الجودة. انا بعلم. بس ايه اللي تنجح فيهم تقصد. كلهم ممكن ينجحهم. اه. على حسب سن الزوجة. اي. كل ما يكون سن الزوجة قليل. كل معدد البوائدات اللي هتطلع عليها تديني عجلنا احصل. ازاي اوصل التركيبة دي. ده شغل شهر على الال. شهر. شهر. بس هي مش معنا. المريضة بيبقى عليها دور ايه يا دكتور مهم. اولا الاختيار. اه. اللي بيختار المريضة مش الدكتور. اه. يعني. اللي بيخبط على الباب. مش الدكتور. المريضة بتخبط على الباب. اكيد. هي لازم تختار كويس. طبعا. عشان تختار كويس. في حاجات لازم نعلمها تختار بيها. يعني مسلا حيك لما بتيجي تختاري مثلا. اه. حد هيشتغل معيك. فبتبدأي تحطي المعايير اللي هتختاري على اساسها. اللي انا بحبا اتعامل بيها. نفس الكلام. اللي رايحة تختار اه. مركز حان مجهاري او دكتور يساعدها في الانجاب. لازم بليها معايير في الاختيار. لازم نسأل على نسب النجاح بتاعتنا. بالزبط. كام. طيب. الارقام سهلة ممكن اقولك نسب نجاحي 90%. لكن في دلائل. لو تقلي الرقم ده. انا كمريض هاسأل. ايه. ايه الادوات اللي بتستخدمها. ايه. انت بتنقل حضانة يوم خامس بس. ولا بتشتغل حضانات يوم ثالث. الاجهزة نفسها. الاجهزة. بيشتغل بروتوكول تجميد ولا بروتوكول فراش. بتشتغل عندك التقنيات الحديثة اللي تقدر تختار بيها. الحيوان المناسب ده تاخدت وايضة ولا لأ. النسبة دي انت بنتها على اساس ايه. هل بنتها على اساس حالتين تلاتة ولا متوسط عدد حالاتك. ايه. الحاجات دي كلها معايير ان انا اعرف نسبة الحام اللي عندي كانت. بس المريض بيبقى اكيد ما عندوش الخبرة ان يبقى عارف كل الكلام ده يا دكتور. بس يعني الوعي بقى عالي. الناس بدأت تفهم وبدأت تقرأ. وبدأت تستوعب. يعني مثلا في حالة النهاردة. خمستاشر سنة يعني كان مفروض نعملت مرتين او تلاتة. وربنا كرامها. والمواضيع خلصت. والمواضوع كان سالة. العكس احنا كل ما كنا بنتأخر. بس ده اجعل للتشخيص غلط برضي يا دكتور. او غير مناسب. مش غلط. او اختيار غير موافق. اه. اختيار مكان مش مزبوط. اه. هي تقدمت لها خدمة. بس الخدمة ما نسبتها شيء. ممكن تناسب حد تاني. ممكن تنجح مع حد تاني. اي. هي شاطرة الدكتور انه يعرف يقدم الخدمة دي لكل واحدة على حدة. بس ده. انا بفصل لحضراتك البروتوكول. الشهر اللي احنا متفقين عليه ده. اي. اللي انا هاخد من خلاله ببوايضات اللي هتديني الاجنة اللي هرجعها تاني. اللي هتبقى تماما. الشهر ده ليه استعجل. بيه استعجل. ليه اوفر في تحليل ممكن يوفر لي نجاح عمله. اي. ليه. ليه يعني انا انا بقدم تكلفة قليلة على حساب التشخيص صح. ايه طب. لا. لو سمعتي التشخيص اهم من العلاقة. شخصي الاول. احنا هنا شخصنا. انا لقيت الموضوع بسيط. انا كنت مستغرب معاها. موضوع بسيط. انا مش محتاج كل السنين دي كلها. اه لا. الدنيا بسيطة. حتى انا مقدمت الهش اي تكنولوجي حديثة. انا عملت بيزيك ايف اشتغلت اشتغلت معاها طريقة تنشيط تجهيز نقل. اي. ولكن التنشيط بتاعنا كان مختلف يا كاب بتتعب كاب بتجيلي تقريبا يوميا في اخر ثلاث تياب. اي. بابدأ ايس بوعداتنا شكلها ايه. انا ديت جرعة منشطها. عايز اشوف تاني يوم رد فعل الميجد لها ايه. اي. ففي متابعة لطبع. طيب. دكتور احنا معنا تخير النجاح هنشوف ونرجع نكمل كلامنا. شاطر جدا. واحنا روحنا نجادر كتيرا. كذا واحد كان يعني يحطه قدامة عكبة وانت قدامك مش عارف ايه ويعمل لي مشاكل. بس بصراحة اول ما رح تروى الدكتور مصطقة. يعني بساطة مضوع جدا. وخلاني يعني بصراحة بصراحة اول ما اتعاملت معا. ووفر لي كتير من في العلاج وفي حالك ديارة في تحاليل وحالك ديارة. يعني برا صرفت كتير يعني روعدتي مثلا بسانيتين ولا حاجة صرفت كتير برا يعني. وعملت عملت عملتين برد وماركعوش. واملت عملتين برد وماركعوش. اول ما جيت هنا والدكتور. الحمد لله. بصراحة لخاصة مجدية. والمراتي حاملة هيك. الحمد لله. حمد لله. حمد الحق بمجهالي مرتين جابت كده. ما حصلش مصير. ودي المرة التجه. وفي ناس كتير جالتلي على الدكتور مصطفى امام الخشت الاستشارة كبير. فانا من الصعيد اصلا من سوهاك. واجيت عند الدكتور مصطفى. اه هنت راحة متوترة وفقد الامل خالص. واول ما دخلت عنده وجعت معاه. اه عطاني امل ان ربنا هيكرمك ان شاء الله. وانا خرجة من عنده. وانا عندي يقين بالله. اني ربنا هيكريمك ان شاء الله بإذن الله. والحمد لله يعني رب العالمين. وكل ما يعني ابرح عرضه كده كان يبنيني امل اكتر. اني ربنا هيكرمي. عمر الوفقات الامل خالص. وانا مع الدكتور مصطفى. دكتور مصطفى امام الفشت استشارة كبير. واستجبرنا استجبرنا الحمد لله كرامة بالمونة زي العسل. ورجعنا لكم عزيزي المشاهدين من تاني. دكتور مصطفى احنا طبعا بنسمع عن اسعار مختلفة جدا لعملية الحقن المجهري. ايه اللي بيخلي عملية بتختلف عن مكان اخر. اه 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 احنا اتفقنا ان العملية علشان تنجح ليها متطلبات. المتطلبات دي ايه? رقم واحد برنامج تشخيصي كويس. اه. لو انا عايز اقلل تكلفة الحقن المجهري. انا ممكن اقلل في اتعابي. اقلل في مجهودي. اقلل في. لكن ما قدرش اقلل في المعمل والاجهزة. تمام. فعملنا برنامج التشخيص ده هيوفر لي فلوس. تمام. يعني مثلا انا فاكر ان كانت في حالة عندها مشكلة في الغدة الدرقية وراحين نبدأ. طلبت تحقيق الغدة الدرقية. قلت لي لا انا مش محتاجاها فانا اصريت عليها. انتفاجئنا ان عندها مشكلة كسل في الغدة الدرقية. لو بدانا تنشيط على الكسل ده احنا عملنا التحليل. ايه. لو بدانا تنشيط على الكسل ده احنا هنصرف كمية ادوية بعضاتها تطلع غير جيدة. غير صالحة اصلا لحدوث الحمل. بنسبة كبيرة جدا. لازم عالج المشكلة الاسخية. تحليل بسيط. خلانا ناخد شهر نزبط الغدة الدرقية. بعدين بدأنا. طبعا منتج كان كويس في النهاية. عملنا حان المجهري كويس. يبقى لو انا وفرت في البرنامج التشخيصي انا هخسر. انا كدكتور هخسر بنسب نجاحي. هي كمريضة هتخسر المحاولة. اكتر حاجة ممكن نوفر بها في الحان المجهري. ان انا انجح من اول مرة. وهنا شطرت الدكتور ان يديك المتطلبات اللي انت عايزها بس. مايزودش. يعني حالة معروفة ان هي حالة انعدام محاولات مانوية. الزوجة كويسة جدا. مفيش داعي ان انا ادخلها في حاجات هي مش هتفيدها. ايه. لازمته يعملها من زر. الحاجات اللي بتعب وبتعمل استرس اكتر. اه. وبتكلف. اه. ومكلفة. جدا. اه. لازمته ان انا عملها شعب السبغة. لازمته ايه. ان انا. ادخلها دوامة ومتهات كتير بقى. ادخلها حضانة الذكية. ملاش لازمه طبعا. اعملها فحص للاجنة. الحاجات دي كلها هي خلاص الموضوع. انت المفروض بتي بيقوم. بس للأسف الزوج ما عندوش حالات منوعية. خلاص. انا هعالج المشكلة. ببساطة. انا قللت التكلفة. قدمت اعلى نسب نجاح. النتيجة انها ربنا كده ما وتحمل. لكن مش كل حالة ينفع تتعامل كده. حالة عاملة اه. انا انا شفت حالات عاملة عاملة 18 و 19 مرح انا مكارك. ده دي انا قبل ما اخد خطوة. انا بقعد يوم كامل. بتركز تبقى انت عايز تعمل ايه. نا كل القرار بأخدو. بسليلها استخارة فيه. طب عربنا. قرار ده ممكن. ممكن بقص عملية. قرار دخول البوائدة النهاردة. يعني مثلا. انا الحمد لله شغال معتيم كويس يعني. الجمعة ده اجازتهم. لكن معظم الحالات الصعبة دي بتقع الجمعة. لازم تسحب الجمعة. يا دكتور طب ينفع من زقاء السبت. لا زقاء السبت ده تطبوس. قرار ساعة زمن. ممكن تباوز مجهود شهر. في لحظه. يعني قرار بتاخدوه. اه لا. فالقرار ده يعني لو خدتو دون يعني انا ما باجي اخد قرار. انا ما بفكرش في مصلحة المريض. لو انا مسافر. لو انا عندي العيد. هنصلي العيد ونجي نشتغل. مرة اشتغلنا اتنين بالليل. علشان. حتى لو انت مسافر. المريض ملوش نعوة. ده بقال وشهر بيجهز. ايو. انا مسافر. عم اوز. رغمني في ناس كتير جدا تقولك لا انا اسف جدا. انا مسافر. لا لا ده بتعمل. اعملاني مشاكل في البيت كتير. اه. اه بس ما. ده الويك اندي ده اجازتي. ده انا مش هينفع. اه. لا لا ما ينفعش عندي. ده انا بزبط اموري على شغل يعني. ربنا يبارك لك طبعا. انا بيوصل للأمر ان انا ممكن هسافر وارجع اعمل. يعني على حساب بيتك وعلى حساب قصرتك. علشان طبعا. المريض اللي جاي لك. طبعا. ده هو مديني امانة. مديني امانة فلوسه. بعيداته اللي مش تطلع تاني. اجنته اللي وصلنا لها. ازاي. انت بتبقى حاسس ايه لما بتجيلك وهي لسه محبطة. اه. ما عندهاش امل. ولما بتلاقي ربنا بيكرمها بابن او بنت. الحياة بتبقى. انت حاسس ايه. والله انا انا في حد قال لي جملة. انا مش عادة ننساها يعني. يعني بعد الولادة. انت غيرت حياتنا. فسبحان الله يعني ربنا جعلني سبب في جملة زي دي. يعني مش عادة ننسا الجملة فعلا يعني. هم قبل قبل الولادة. قبل الحمد. لأ. حياة يعني بنسميها. ما فيهاش طعم. بتيجي دي. تيجي البنتي دي تدي الطعم بقى للدنيا كلها يعني. يعني ده طبعا بفضل ربنا. بس احيانا ربنا بيسبب الاسباب وبنعرفها. فكون جزء صغير من السبب ده. ده سعادة كبيرة يعني. طيب يعني احنا عايزين برضو منك يا دكتور مصطفى كلمة اخيرة توجيها للصدر مشاهدين. الله يعني انا اشتغلت في اخر سنتين حالات صحبة كتير. ايه. معظمها كان فاقد الامل في كل حاجة. ايه. تمام. وكنت بقى اشتغل على الجانب النفسي اكتر من اي حاجة. اكي. فاحيانا العلم بيبقى مش قادر يحل المشكلة دي دلوقتي. لكن ممكن في المستقبل يبقى ليها حال. اكي. ما تفقدش سقطك بربنا. ونعمة بالله. اختار الدكتور بتاعك كويس. اسمع كلامه. ادام انت اختارته. هو دكتور كويس قدامي هو دكتور مصطفى نفسه طبعا. ده كاترة في مصر كتير كويسين. احنا الحمد الله في الحالة المجهاري. في مصر. لا احنا. لا لينا وضع. مشا الله. يعني الناس بتجنة من. من دول العربية. من دول العربية. ومتحقيقة فعلا. انت حقيقة. مهارة اطباقنا. مهارة معاملنا. لا الحمد لله. ونجاحات طبعا ما شاء الله طبعا يعني. الحالة المجهاري بزهت الحمد لله. احنا لينا وضعينها يعني. الحمد لله. كل ركالة مصر. ربنا يا خليكي دكتور مصطفى ونورتني وخاطوة عزيزة وان شو الله نلطقي في حلقات كتير جدا مع بعض. ربنا يا مشاكل جدا. كنت محرك النهارة. ربنا يا خليك. عزيزة المشاهدين وفي كده خلصت حلقاتنا النهاردة. اشوفكم الأسبوع جايب حلقة جديدة من خطوة عزيزة.